السلام عليكم خوتي مرحبا بكم جميعا متابعين عبر قناة تليسات تيفي خوتي اليوم معدنا فيديو سبيسيال بان كي تبغي تبردجي من الهاتف الى جهاز الاستقبار ريسيفر وميكوش عندك انتان ويفي ولا ميكوش عندك كلي ويفي مباشرة رايحنا خدموه بالكابل يو اس بي يعني كابل يو اس بي هذه كما نقول الديمو في الهاتف اخواني تابعوا معنا وسيتم ربطه بالهاتف اخواني بعدما ركبنا كابل اس بي في جهاز استقبال سيتم توصيله بالهاتف هكذا تخرج معنا هذا القائمة التالية استخدام اس بي من اجل الشحن فقط نقل ملفات اثلاث خيارات انت تختار نقل ملفات هكذا ومن ثم تذهب الى اعدادات وتأتي الى اتصال بالمشاركة الاتصال والمشاركة ها الى نقطة يعني تم توصيل جهاز اس بي اخواني في الاجهزة الحديثة يعني ما تحتاج حتى تدير خيارات المطور وتروح تشغل تصحيح الأخطاء لكي كما نقول احنا بشي قرأ معك الكابل اس بي يعني فيهم هذه الخاصية مباشرة سنشغلها من هنا هكذا وهكذا تم الاتصال لما تشوفها يعني هنا مقيد تم الاتصال يعني نقطة الاتصال بجهاز الريسيفر ومن خلاله تقدر تدخل الى الى تفعيل سيرفر او مشاهدة اليوتيوب او نقل الملفات مثل التحديثات او ما شابها ذلك هكذا وصلت كابل اس بي بالهاتف ولم يتم يعني كما نقول ما الفارتاج لم يتم يعني الريسيفر لم يتوصل بعد بنقطة الاتصال كل ما عليكم هو يعني تشغيل خاصية التصحيح الاس بي ولتشغيلها ندخل الى اعدادات اعدادات هكذا ثم نأتي الى حول الهاتف هكذا ونأتي الى الاصدار او رقم الاصدار نضغط عليها سبع مرات سبع مرات فاشتعطيني نرجع هكذا فاشتعطيني خيارات المطور اخواني كما تشاهدون خيارات المطور ندخل على خيارات المطور ندخل على خيارات المطور ندخل كل شي كما راه نحوص على تصحيح اخطاء اس بي تصحيح اخطاء اس بي تصحيح اخطاء اس بي انترد ستلقاها كما هك يشغله هكذا حسنا يعني تصحيح اخطاء اس بي ومن خلال هذه تنشيط او تشغيل هذه الخاصية سيتم ربط نقطة الاتصال بجهاز الاستقبال نرجع هكذا هوتى بعد توصيل كابل اس بي ويعني تشغيل نقطة الاتصال الشخصية سندخل الى ستنج هكذا و و نحن نضير بزر الاحمر نبحث على نقطة الاتصال الشخصية هؤلاء هؤلاء الهاتف لا تشغيل استعمل كابل اس بي هؤلاء هؤلاء اخواني اخواني طريقة اخرى هؤلاء هؤلاء اشتراك معنا في قناة و هكذا كي تتوصلوا بجديد فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته